رجعنا لكم مرة تانية نسب الطلاق زي ما قولنا قبل كده زادت جدا عشان كده احنا في البرنامج عملنا مبادرة مع الازهر الشريف مبادرة لم الشمل الازهر الشريف عامل وحدة عنده اسمها لم الشمل بيشوف الاسر بتطلق ليه وإيه اللي بيحصل وممكن نحل ازاي طب لو اطلقنا ممكن نرجع لبعض ايوة ممكن نرجع لبعض طيب لو في حد مش عايز يسمع بنروح له لحد عنده في البيت ونكلمه هنعمل اي حاجة عشان نحل المشاكل وما يحصلش طلاق خاصة يا جماعة لو في اطفال مننورني في الستوديو بيننورني على طول الشيخ عبدالله سلامة عضو مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونية ومسؤول الوجه البحري لوحدة لم الشمل اهلا بيك اهلا وسهلا بيشوف مننورني اهلا وسهلا بيشوف عامل ايه في المشاكل الكتير قوي اللي احنا بعتناه لك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد في بداية الامر نهنئ الامة الاسلامية والشعب المصري قيادة وشعبا بعيد الاضحى المبارك اعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات ونسأل الله عز وجل ان يجمعنا على كلمة واحدة وعلى محبة خالصة لوجهه الكريم اما بخصوص الوحدة تلم الشم كل سنة وحضرك طيبة وحضرك طيبة والمشاهدين كلهم طيبين احنا بعتناك مشاكل كتير المرة اللي فاتت ايه اللي تم فيها هل المشكلة الاولى كان حضركت ذكرتي بعض المشاكل اللي هي كان بين زوج وزوجة كان فيه طلقة حصل بينهم مرتين وهي بتقول انا اقترحت عليه روح لطبيب نفسي وهو رفض كان في الحلقة اللي فاتت تواصلت مع الزوج الزوج يعمل في احدى الحرف فقال لي والله الموضوع ده كان حقيقي بالفعل بس كان ده من فترة اما في الوقت الحالي انا تسوشت وانجبت واصبح لي بيت فلا استطيع ان افتح بيتي دي كانت الحالة الاولى الحالة الثانية بتاعت المنصورة شيماء تواصلنا مع اهل الزوج وفي حاليا لجنة دلوقتي في الوقت الحالي في المنصورة لحل هذه القضية وقضايا غيرها بالنسبة لي القضية اللي هو في شمال سيناء الراجل اللي كان عايزي للم بيته اه الزوجة كانت مقيمة في الشرقية اقامة الزوج وبعد كده الزوجة قالت لازم اسكن في الغربية فطبعا لازم في حل وسط وطبعا زي ما اقول لحضرتك المشكلة ما بتبدأش من وقت المشكلة بالزبط في مقدمات لكل مشكلة يعني كل المشاكل اللي دناها لحضرتك المرة الحمد لله يتم التعامل معها وحضرتك برضو العدد الذي وصلنا اليه حتى الان في وحدة لم الشمل احنا بنعمل على اتجاهين الاتجاه الاول هو النزول الى المواطنين في بيوته وتم بالفعل حل 270 قضية على ارض الواقع بالفعل انا بالنسبة لاتجاه الثاني تلفونيا في بعض القضايا بتكون مستعجلة انا عايزة حل دلوقتي على التلفون زوجة عامل كذا وانا في مشكلة هتحصل فابنتواصل مع الزوج ممكن التلفون ممكن على الخط ممكن نستمر ساعة او ساعتين لحد ما تنتهي المشكلة وده تواصلنا ليه الى 280 حالة هاتفية فانا بنعمل على الشقين يعني والحمد لله يعني الامور مش تمامة الحمد لله